موسيقى ضمن مساعي لمكافحة كافة أشكال الفساد والحد منها نقش الاتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مسودة تقرير بعنوان تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص الفلسطيني للوقوف على أفعال الفساد وكيفية معالجتها قانونيا كما تعلمون أن فلسطين انضمت للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهناك مجموعة من الالتزامات عليها جزء منها ما يتعلق بضرورة أن يكون هناك موائمة للتشريعات الفلسطينية مع ضرورة تجريم بعض أشكال الفساد الموجودة في القطاع الخاص كما تعلمون الكطاع الخاص يتأثر ويؤثر في موضوع الفساد وبالتالي أي ممارسات فساد أي موجودة في القطاع الخاص هي تؤثر بشكل عام على الخدمات المقدمة للمواطنين وبشكل خاص ما يتعلق بالشركات المساهمة العامة التي تقدم خدمات عامة للمواطنين يهدف التقرير لتحديد أفعال الفساد في القطاع الخاص التي لم يجرمها قانون مكافحة الفساد الفلسطيني ومدى موائمة القوانين المحلية مع الاتفاقية الدولية لتجريم أفعال الفساد جاء مكافحة الفساد بالقانون بموائمة جزئية للاتفاقية بحيث أنه في بعض الأفعال ما جرمها مثل الرشوة في القطاع الخاص لغاية الآن إحنا عنا غير مجرمة موضوع اختلاس الأموال في القطاع الخاص هون عالجها المشرع الفلسطيني بأنها جريمة إساءة ائتمان طبعا الهدف أنه التوصي الرئيسي كانت من الدراسة أنه ضرورة موائمة قانون مكافحة الفساد مع الاتفاقيات الدولية بالخصوص وتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص يوصي التقرير بضرورة موائمة القانون الفلسطيني مع الاتفاقية الدولية لتجريم أفعال الفساد وتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص وضرورة تبني القطاع الخاص استراتيجيات وآليات لمكافحة الفساد مثل تفعيل الحوكمة في القطاع الخاص ووضع ضوابط لمنع تضارب المصالح في القطاع الخاص معامة خطوزية بسيطة حتى شركة الشخص الواحد